ازاي اكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على خير اهلا باكم في الفيديو قصير جديد هنشوف من خلاله مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأفكار والحيل والمنظمات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما ولو انت اول مرة بتشوفي قناتي اتمنى ان اكتداميني وتعمل اشتراك للقناة عشان تشوفي معايا أدوات منزلية وأفكار تانية كتير وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل أو رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تثبتي عليه الأحزائي بتاعت الحمام هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام بيجي مكون من كذا درج بأحجام مختلفة فوق بعض كده بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف أدوات الحمام زي المنازيل أو الفوت أو الشامبوهات أو الكريمات وغير كده كمان هو بيبقى مزود بعجل يعني تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة في أرضية الحمام هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي بيه صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصة من تحت يعني أي مية بتيجي على الصابونة هتتصفى لوحدها جوه المصة الموجودة في المنظم ده بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المكنسة اللي بتشتغل عن طريق شحن اليو اسي بي والمكنسة دي بتساعدك على إزالة الوبر أو الأتربة اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير أو على السجاد أو على الستاير أو على الكنب وغير كده طريق التنظيف المكنسة دي سهلة جدا تقدر ان انت تنظفيها بكل سهولة بعد كده هنا عندنا مجموعة من المقابض الخاصة بغطيان الحلل أو غطيان التصاد طريقة تثبيتها على الغطيان سهلة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتعة السيليكون اللي هي تعتبر أخطية للأطباء وطبعا هي بتيجي بأحجام مختلفة بحيث انها تتناسب مع حجم مختلف الأطباء أو الكبايات أو المنظمات اللي عندك وغير كده هي بتساعدك على حفظ الحرارة وكمان بتمنع ان الحاجة اللي انت منظمها في الطبق أو المنظم ده متقعش منه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مصفة الأطباء والكبايات ومختلف لوازم المطبخ تقدر ان انت تصف عليها كمان الخضار أو الفكهة تقدر ان انت تثبيتها عندك على الهود وتصف عليها كل الحاجات دي وغير كده كمان تقدر ان انت تستخدميها كصرية للتقديم بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوا الشنطة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لأربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي فيه الملح أو الفلفل أو مختلف أنواع التوابل اللي بتستخدميها والصندوق ده طبعا بيكون مكوى للرطوبة وبيحفظ لك أي حاجة أو أي توابل انت بتستخدميها فيه ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة أدوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا إزاي نقدر نستخدم الأدوات دي وإزاي نقدر إن احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الأدوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر إن انت تعرفي إيه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي إزاي تقدر تحصولي على المنتجات والأدوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الأدوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنت عندك أي استفسار عن أي منتج بالفيديو ده تقدر إنك تكتبيلي في التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو الأدوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنت عندك أي استفسار عن أي منتج بالفيديو ده تقدر إنك تكتبيلي في خانة التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر إن انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بنجود أو تطبيق إي باي أو تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكوني الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات هو طبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجرام عن الأدوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دولة ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في عرب وقت